موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم برنامج معالجة النصوص وورد سنرى في درس اليوم كيفية إنشاء الجداول داخل برنامج وورد لإدراج الجدول داخل المستند نذهب إلى تبويبة إدراج أنساسيون ثم نختار الأدات طابلو نضغط عليها وتظهر لنا قائمة يمكننا من خلالها اختيار الطريقة المفضلة لإنشاء الجدول نميز بين ثلاث طرق رئيسية الأولى تتجلى في القيام بتمرير مؤشر الفأرة على هذه المربعات الصغيرة فيتغير لونها ويمكن من خلال هذه العملية أن نحدد عدد السطور والأعمدة والطريقة الثانية نقوم من خلالها باتباع نفس الطريقة الأولى إلى أن نصل إلى قائمة التعليمات ونختار الأمر أنسغي أنطابلو وبالضغط على هذا الخيار تظهر لنا نافذة أخرى نحدد من خلالها عدد الأعمدة والسطور يمكننا اختيار سبعة أعمدة وخمسة سطور ثم نضغط على OK فيظهر لنا الجدول على هذا الشكل وإذا رجعنا إلى القائمة واخترنا الخيار الثاني وصرقنا عدد الأعمدة سبعة وعدد السطور خمسة وضغطنا على OK فسيظهر لنا جدول على هذا الشكل بحجم صغير وفي هذه الحالة يتغير حجم الخلية المكونة داخل الجدول حسب حجم الكتابة بداخلها فإذا كتبنا هنا مثلا الدرس الرابع فسنلاحظ أن الخلية اتسعت على قدر حجم هذه الكتابة أما في المثال السابق فإذا كتبنا مثلا الدرس الرابع في استعمال برنامج Word فإن الكتابة تنقسم إلى سطور إذا تجاوزنا عرض العمود الأصلي أما في الجدول الثاني فيمكننا الاستمرار في الكتابة دون الرجوع إلى السطر فالجدول هنا يأخذ حجمه على حسب الكتابة المدرجة في خلاياه والطريقة الثالثة لإنشاء جدول على برنامج Word هي اختيار الأمر في هذه الحالة نرسم الجدول يدويا بالضغط مع سحب الفأرة وتحديد عرض الجدول الذي نريده ويمكننا تصطير الجدول يدويا بالقيام بنفس العملية ضغط مع السحب ونحدد مكان الأسطر وعددها كما يمكننا رسم الأعمدة بالشكل الذي نريده بهذه الطريقة ولإخفاء رمض القلم والرجوع إلى الوضع العادي نقوم بالضغط من جديد على العنوان فيختفي الرمز وإذا ضغطنا داخل الجدول تظهر على شريط الأدوات تبويبتين خاصة بتنصيق الجدول وهي التبويبة خاصة بتنصيق إطار الجدول والتبويبة ديسبوذيسيون خاصة بالتحكم في أحجام السطور والأعمدة وموقع الكتابة داخل الخلية كما يمكننا من خلال هذه التبويبة دمج الخلايا أو تقسيمها وإدراء السطور جديدة أو أعمدة وحدف سطر معين أو عمود إذا أردنا ذلك ولتحديد جزء معين من الجدول نذهب إلى سيليكسيوني هنا في تبويبة ديسبوذيسيون ثم نضغط على الزر الأسود الصغير بجانب سيليكسيوني ثم نختار نوع التحديد الذي نريده إما تحديد الخلية أو العمود أو السطر أو الجدول بكامله ويمكننا تحديد الجدول بسرعة إما يدويا بتحديد الجزء المطلوب بالنقر مع السحب أو بالضغط على هذا الرمز الذي يشبه زائد فيتحدد الجدول كله كما يمكننا تغيير حجم الجدول بالكامل إذا ضغطنا على هذا المربع الصغير عندما يتغير شكل مؤشر الفأرة ثم نضغط مع السحب فنلاحظ أن الجدول يتغير حجمه إما يثور أو يكبر ولتنصيق الجدول بعد تحديده نذهب إلى خياصيون حيث يمكننا اختيار أداة التلوين الداخلي تظهر لنا عدة ألوان هنا يمكننا اختيار هذا اللون ونوع الخط سمكه ولونه وبهذه الأداة نختار نوع التأطير الذي نريده من خلال هذه الأداة بوغدور نختار نوع الجزء المؤثر من الجدول فإذا أردنا تأطير الحافة الخارجية مثلا بوغدور إكستيريور نضغط على هذا الخيار فنلاحظ أن الجدول أخذ هذا الشكل ولتغيير وضعية الكتابة داخل خلايا الجدول نقوم أولا بتحديد الخلايا المعنية ثم نذهب إلى تبويبة Disposition التي تحتوي على عدة تعليمات مهمة نجد في هذا الجانب تسعة وضعيات للنص داخل الخلية إذا اخترنا Sondre بالوسط نلاحظ أن الكتابة أصبحت في وسط الخلايا كما يمكن تغيير مكانها إذا اخترنا الخيارات الأخرى ويمكننا بوسط هذه الأداة أن نغير اتجاه الكتابة بهذه الطريقة على حسب نوع الجدول الذي نريد رسمه ويمكننا أيضا التحكم في هوامش الخلية إذا ضغطنا على هذه الأداة مغش دولة سلول فتظهر لنا هذه القائمة نحدد الهوامش في الأعلى والأسفل واليسار واليمين وإذا اخترنا القيمة صفر على اليمين وعلى اليسار وضغطنا على OK سنلاحظ أن العناوين أصبحت في الوسط الكامل كما يمكننا أن ندمج خليتان أو أكثر بتحديدهما والضغط على فيزيوني فنلاحظ أن الخليتان قد أدمجتها واصبحت خلية واحدة كما يمكننا تقسيم الخلية بالضغط على فيزيوني ثم اختيار عدد الأعمدة وعدد السطور مثلا ثلاث سطور وأربعة أعمدة ثم نضغط على OK فنلاحظ أن الخلية قد انخصمت إلى عدد الأعمدة والسطور التي اخترناها وكذلك لإدراج عمود إضافي داخل الجدول يمكننا اختيار أمر أنسغي إما يمينا أنسغي أضغوات أو الشمالا أنسغي أغوش إذا ضغطنا على أنسغي أغوش ينضاف عمود على يصار العمود الذي حددناه وإذا ضغطنا على أنسغي أضغوات ينضاف عمود على اليمين كما يمكننا إذا حددنا أو اخترنا سطرا معينا من الجدول أن نضيف سطرا أسفله أو سطرا في الأعلى كما في هذا المثال ويمكننا حدف سطر أو عمود أو خلية أو الجدول بكامل إذا ضغطنا على الأدات سيبخيمي يمكننا الضغط على سيبري ميليلين مثلا ويتم حدف السطر ويمكننا الضغط داخل العمود واختيار سيبخيمي لكلون فيتم حدف العمود إذا أردنا وضع الجدول وسط الصفحة فسندغط على هذا المربع الصغير في عنوان طابلو نختار سندغي ثم نضغط على أوكي فنلاحظ أن الجدول أصبح وسط الصفحة وإذا أردنا تغيير عرض السطر فيمكننا من هنا في تبويب الديسبوزيسيون أن ننقص من القيمة فينقص عرض السطر كما يمكننا فعل ذلك أيضا بالنسبة للعمود بالضغط داخل العمود ثم بزيادة قيمة العرض أو النقصان منها وإذا حددنا الجدول بالكامل يمكننا الرجوع إلى وضع كرياسيون بالضغط على العنوان كرياسيون ويمكن اختيار نوع آخر من الخط المستعمل في التأطير وسمكه ولونه ويمكن تطبيقه على مثلا داخل الجدول هنا بوردور انتيريغ فيصبح الجدول على هذا الشكل أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وإلى درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر